التعليم أحد أبواب الأردن الاستثمارية بات مهددا بالخطر بعد قرار وزير التعليم العالي الكويتي الاعتراف بخمس جامعات أردنية فقط واستبعاد خمسة عشر جامعة القرار الذي أثار جدلا واسعا بالنسبة لقطاع التعليم في الأردن وللطلبة الكويتيين أيضا صارت دولة قطر على نفس الخطى يتلغي هي الأخرى الاعتراف بسبع جامعات أردنية القرار المثير للجدل اعتمد على عدة مبررات كما جاء بالتقرير الذي أصدره وفد من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بثت تفاصيل وسائل إعلام كويتية جرى دون تنسيق مع وزارة التعليم العالي الأردنية التي بدورها حاولت امتصاص الصدمة بقولها أنه لم يردها قرار رسمي من الكويت معلقة الآمال على التشكيك بمصداقية الخبر لعل وعسى أن يكون غير دقيق لكن الرياح الكويتية جرت عكس ما تشتهي سفن التعليم الأردنية أربعة ألاف طالب كويتي ممن يدرسون في الأردن وجهوا خطابا إلى أعضاء مجلس النواب في بلادهم يطالبهم بالتدخل لمنع القرار لما له من تبعات خطيرة على مستقبلهم الدراسي وتعبيرا عن رفضهم لقرار سلطات بلادهم أطلقوا وسما عبر موقع تويتر حامل عنوان نرفض صحب الاعتراف من الجامعات الأردنية وإيقاف الجامعات الأردنية مرفوض قرار بهذا الحجم يدق ناقوس الخطر ويفرض على الجهات المعنية مراجعة الأسس التعليمية داخل الجامعات لتجنب المزيد من الخسائر في الوقت الذي يفاخر فيه الأردن بمستوى التعليم الجامعي الذي يقدمه ويعتبره من الأميز عربيا أمحمد الخرابشة الأردن اليوم